سريعاً قبل ما ناخد تشكيل منتخب نروح سريعاً لزمنا محمد توفيق القاة مع حارث المرمى حمزة علاء سهلاً خير كابتن عيماً برحب بحلاك مرة تانية عكم انتهى مباراة الأهلي والبنك الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات للكأس الرابطة ويمكن معنا بعد المباراة حمزة علاء أحد نجوم الأهلي الشباب اللي كانوا موجودين النهاردة أنا يا حمزة يمكن بنهنيك على الأداء يمكن خلاص البطولة نزي ما نقول كده يعني انتهت كبطولة حضرية استفدنا منها بشكل كبير يعني شايف استفدت انت وزمانك من البطولة هو طبعاً في الأول عايز أقول الحمد لله على أول مشاركة لها مع النادي الأهلي ده يهم بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً بصراحة ويعني إن شاء الله أكون عند حسن ظن الناس كلها وتيبقى بداية خير يا رب وعايزة يعني أقول سلامة مصطفى شبير عشان يعني يعرفنا قبل المباراة أنه هو مصاب وسلامة كابتن شنوي ربنا رجعه لنا بالسلامة رب وتيبقى فترة خير إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله حمزة عرفة لي إن شاء الله بكرة مسافر كاسة عامل أندي أعتقد مسؤولات كبيرة عليك دلوقتي ويمكن دورك زي ما قول بنقرب مع كابتن شنوي لسا مش عارفين نزروفه مع المتخب كمان إصابة ومصطفى شبير كمان يعني بغيب عن السفر شايف الفترة الجاية استعدلها زي وشافها زي هو طبعا بطول الكاسة عامل الأندية بطولة كبيرة جدا وحلم لأي حد إن هو يبقى متواجد فيها بس إحنا لازم نروح بهدف واحد مهما كنا كاملين عدديا أو مش كاملين لازم نروح بهدف إن إحنا نرجع مفرحين جمهور النادي الأهلي ودي حاجة مش سهلة يعني مش هتحصل بسهولة ولازم يعني خلاص ماتش النهاردة خلص نقفله نركز بقى في اللجاي إن إحنا عندنا إن شاء الله ماتش مونتنيري يبقى تبقى بداية خير في البطولة إن شاء الله ونقدر نفرح الناس يا رب النهاردة أبرز التعليمات من مدارب الحراس ميشيل وكمان من مستن من سميني النهاردة أبنا ننزل مبارا هو طبعا كل يعني كلام كله كان كلام تحفيزي مش يعني محدش قال لي عمل حاجة أنا مش عارفها هي كلها حاجات إحنا متعلمين عليها وأنا بأتمرن عليها مع الفريل أول من ساعة مخرجته ومع الناشئيم من ساعة أنا موجود في النادي من سنة 2009 وأنا بتعلم الحاجات اللي أنا عملتها النهاردة وإن شاء الله تبقى بداية خير ونقدر نفرح الناس دائمان يا رب شكرا حمزة وتميركم التوفيق بإذن الله كابتل آيمن دارك اللقاء أنا مع حارس مرمى نادي الأهل حمزة علاء يعني كل الأمنيات للنادي الأهل بالتوفيق إن شاء الله وبإذن الله يعني بتغادر بعثة فريق النادي الأهل إلى أبو الظبي غدا ومعاها كل دعوات جمهيري النادي الأهل بالتوفيق إن شاء الله ودايما يبقى النادي الأهل في المقدمة كلمة دي كابتل آيمن اتفضل